اشتركوا في القناة السيد عبد الماجد تابون وبالنسبة لنا نحن نستلهم من هذا اللقاء ونفتخر به ونحن ننظر الى الجزائر كموطن للثوار ووطن للشهداء ولقد عبرنا اليوم خلال لقائنا هذا بوفائنا الدائم لروح الشهداء لقد تحدثنا كافراد عائلة وتحدثنا عن التحديات التي تواجهها الجزائر وعن السبل الكفيلة لبناء شراكة وطيدة بين جنوب افريقيا والجزائر اكثر ما اثار فينا هي رؤية الشباب القلب النابض لهذه الامة وهو المحرك الفعلي للاقتصاد شباب يشكل النسبة الاكبر من حيث تعداد السكان يتطور بسرعة ويخدم بلده من اجل ترقيته وارساء قواعد الديمقراطية فيه نغادر الجزائر وقلبنا تملأه السعادة فالعائلة اتيحت لها فرصة زيارة بيتها الثاني واعتقد اننا سنزورها اكثر في الايام القادمة ونطبح بذلك الى استقلال كل الفرص من اجل تقرب بلدين الجزائر وجنوب افريقيا وعليه نطمح الى استحداث خط جوي مباشر بين الجزائر وجوهنسبورغ وهذه النقطة بالذات تصبح نقطة انطلاق تسمح للجزائريين بزيارة جنوب افريقيا كما تسمح لمواطني جنوب افريقيا بالزيارة والاستمتاع بالمناظر الجميلة التي تمتلكها الجزائر لقد سنحت للفرصة بزيارة ولاية تيبازة التي اذهشني جمالها وانا واثق من ان مواطني جنوب افريقيا سيحبون زيارة الجزائر واستكشاف مناظرها الطبيعية وعليه سنواصر العمل من اجل ترقية شراكة متينة بين بلدين ونحن فعلا تشرفنا بهذه الاستضافة خلال كل هذه الفترة بالجزائر شكرا 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 شكرا